بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبات الطلاب. نكمل الجزء الثالث من آآ 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 وصلنا على مساكل الاحتياجات. الاحتياجات يجب أن تحتر على معلومات مفهومة ومفصلة. تحتوي تفاصيل عشان اللي هو المانجر بعملوا تنفيد من الاحتياجات the system that is to be included in the library system. هنا is a library system. إذا قلنا له المثال اللي أنا بضرب عليه المثال ليه. المثال المثال المكتبة للجامعة. however, it includes detailed that managers can configure the system. يعني أنا بيحتوي تفاصيل عشان اللي هو المانجر بيعملوا configuration the system تمام This is unnecessary at this level مش محتاجينها في الوقت الحالي طيب Guidelines for writing اللي هو requirement يعني هنا تفاصيل Guidelines مساعدة عشان نكتب اللي هو الاحتياجاتي invent standard format and use it for all requirements يعني ناخد format عام ومستخدم لكل اللي هو الاحتياجاتي Use language in a consistent form يعني بمستخدم اللغة بطريقة ثابتة Use shall for mandatory requirements should for desirable requirements يعني حتى باللغة بنستخدم shall فالكلمة shall فالكيس آم 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 بنستخدم shall فالكيس بنستخدم should 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 يعني اللي بدنا اياه والshall يعني هاه ممكن تكون وممكن تكون use text highlighting يعني احنا بنا نعلم بالكلام عند فالكي بار للعزاء المهمة avoid huge computer jargon يعني احنا ما بناش منه آم بناش نستخدم اللي هو الكلام الفاضي تبع الكمبيوتر system requirements بياجات النظام هنا more detailed specification of the system functions, services and constraints than user requirements هنا مفصلة detailed specifications يعني مواطفات مفصلة system functions system services system constraints كلام طبعا اكتر مفصلة اكتر من الحجاجات اللي هو المتخدم they are intended to be a basis for designing the system هي اساس اللي هو تصميم النظام طيب هذه system requirements بحطها بالcontract بحطها بالعقد بينه وبين المتخدم بغير مواطفات بحطها أو الوصفة system mode يعني ال احتياجات النظام كمان بحطها مع system model بالنماذج النظام اللي احنا عندنا نحطها ومسرحوكوياهم في شركة التمية طيب Requirements and design محتياجات والتصميم في الأسد Requirements should state what the system should do وعم And the design should describe how it does this تمام يعني أنا Requirements والحتياجات What the system should do What the system should not do أيضا ولكن التصميم How it does this كيف إحنا كيف بدو يسويها يعني الاحتياجات إيش بدو يسوي والدزاين كيف بدو يسويها في التصميم In practice Requirements and design are included يعني كنين غير مبصلين عن بعض الاحتياجات والتصميم التصميم حنفضوا عند شركة رجال System architecture may be designed to structure the requirement أكد نرتب الاحتياجات Inter-operate with other systems يعني النظام اللي أنا بدي أسويه بيشتغل مع اللي هو آآ Systems تانية يعني إذا بيشتغل على اليونيكس بجم يشتغل على لينكس بجم يشتغل على الويندوز وهكذا يشتغل على الويندوز يشتغل على الويندوز يعني أنا لما بدي أستخدم تصميم معين بنسميه هذا اللي هو Requirements Demand اللي هو يحتياج النطاق التبعه وبصحة آآ نراها موحة نسوك نراها 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 طيب أنا لدي هنا بس بشوف له هنا المشاكل مع اللغة مواصفات أو توصيف نترى اللغة احنا قلنا عنه الامبقوتي الامبقوتي هنا مش عدم الوضوح Readers and Reuters Requirements must interpret the same words in the same way Natural language is natural ambiguous So this is very difficult يعني أنا هالوقت الكلمات باعتبر الكلمات مرات بتكون غير واضحة يعني Reuters and Reuters القراء والكتاب تبعون اللي هو الاحتياجات The same words in the same way لكن نعبر عن الكلمات بنفس الشيء اللي هو natural language اللغة الطبيعية اللغة الطبيعية كان بالانجليزية أو بالعربي أو بالجدادية Over flexibility The same thing may be said in the number of different ways نفس الشيء الكلمة ممكن نحتيها بأكثر من صيغة That's in fact Love modularization التركيبات Natural language structure are inadequate To structure system requirements يعني لكن أنا عرفت بوهندس وقت أعمل تركيبات لا احتياجات المظام بتركيبة معينة Alternatives أنا هنا إيش بنقول To natural language specifically لما الآن ما بديش أسوي اللي هو باللغة إيش لازم أعمالي ممكن أحط Structure natural language Design description language ممكن أعمل graphical notation ممكن أعمل mathematical specification يعني بدائل alternative بدائل للغة تمام يعني ممكن أحط بدل ما أعمل هذا بأعمل equation هنا أو بأعمل graphical بأعمل رسمة أو بأعمل design بأعملها ملك بطريقة معينة تمام هذه البدائل للغة عشان الكل يفهمها Structure language presentation يعني إيش التركيبة التركيبة اللغة مواصفات لغة الترافيق The freedom of the requirement writer is limited by a predefined template or requirement Predefined template أنا بتضيده template وبقوله سوي لي على هيك All requirements are written in standard-based كل هذا الاحتياجات best standard بطريقة واحدة Terminology المصطلحات maybe limited بحطش مصطلحات كتيرة Advantage is that most of the expressiveness natural language is maintained but a degree of uniformity is involved in the application يعني أنا المواصفات بخليها دايماً uniform degree of uniformity يعني بجري أنه أخليها دايماً ثابتة مرتبة طيب Form based structification حديث the structure وهنا the form Definition of the function or entity تعريف الإجراء أو الوحدة Description of inputs where they come from Description of outputs where they go out Indication of other entities Required أي شيء هو الوحدات اللي بحتاجها Repost conditions if appropriate قبل ما أشغل النظام إيش بحتاج بعد ما أشغل النظام إيش بحتاج Side effects لأعراض الجانبية للفنكشن Tabular بحط هنا table Use of supplement natural language يعني أنا اللغة لازم أحط فيها جداول عشان أفهم لما أسهل بتكون للفهم Particular useful when you have to define a number of possible alternative sources of action يعني أنا لما نكون عندي عدة عدة احتماليات لشغلة واحدة بحط table أسهل Graphics بحط graph تمام Graph models are most useful when you need to see how state changes لمن الحالة بتتغير when you are need to describe the sequence of action أنا لما نكون عندي شغلة بعدين بعديها بكثير شغلة وبعدها 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 بكثير شغلة جغلة وبعدها بقثير شغلة وغير بكثير شغلة آليها Different graphical models are explained in chapter 8 The graphical models تمام المفصلة في الشبط كمانية هذي برضو همتصلت إليها Interface specification مواصفات الـ Interface Most systems must operate with other systems and operating interfaces must be specified as part of the requirements يعني الواجهات المواجهات Graphical user interface هذي لازم أحطها بالإحتياجات Creative interface may be defined procedural interface اللي هو مواجهات اللي هو الإجراءات Data structures تركيب البيانات Data representations كيف يدي أمثل البيانات Formal annotations are effective techniques for interface specifications شكراً Requirement document اللي هو الكتاب Requirement document اللي هو كتاب الإحتياجات كله من أول الأخري من اللي هو إذا كانت اللي هو functional أو non-functional أو domain Requirement document is the official statement what is required for the system development should include both definition user requirements and specification of the system it is not a design مش تسمين ماعنا قلنا ماعنا قلنا إيش اللي بدي يسوي مش كيف بدي يسوي الدزاين قلنا كيف بدي يسوي الـ requirements إيش بدي يسوي النظام تبع ماعنا قلنا it should set what the system should do rather than how it should do it تمام هاي الفرق بين اللي هو الفرق بين الـ design والفرق بين requirement user or requirement المستخدمي اللي هو كتاب الإحتياجات system customer manager system engineer system test engineer system maintenance engineer system customer system customer الزبائل اللي هو الرؤساء system engineer test engineer maintenance برضو طيب IEEE requirement standard هم الـ standard تبع IEEE define character وإيش يعني لازم نكون لازم نكون لازم نكون لازم نكون لازم نكون لازم نكون specific requirement حيثات عامة لازم نكون لازم نكون appendix و index طيب الأجاعة الرئيسية من الأجاعة الرئيسية هذه هي different structure ترتيب اللي هو التقارب اللي هو هنا لازم نحط كل هذه الأجاعة وكل تقفها وتقول لهم أنا هاي احتياجاتي briefcase introduction user requirement definition system architecture نظام system requirements specifications موافعات احتياجات النظام system models نماذج تبعات النظام system evolution حتى تطويره تطويره abundance اللي هو الملاحق والمراجع and index لذلك احنا بنكون خلصنا كل اللي هو requirement engineering section سبتر فاسد بكون خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته